طبعا تلاحظتوا ان في قائمة النادي الاهلي تم استبعاد محمد مجدي افشا لماذا تم استبعاد محمد مجدي افشا عمر السلية موجود وحسين الشحات موجود التلاتة عمر السلية وحسين الشحات وافشا كان الاهلي عقبهم التلاتة وغرامهم ماليا بعد المباراة المضاية امام مازنبي واعتراضات مختلفة من التلاتة لكن السلية موجود وحسين الشحات موجود وتم استبعاد فنيا محمد مجدي افشا الحكاية ايه؟ الحكاية ايه؟ الحكاية يعني محمد مجدي أفشا بعد مباراة مازينبي اتكلم بطريقة ديئت جدا مارس الكولور اتكلم مع مارس الكولور انه هو مش عادل وانه هو مش صحيح بيلعب اللعب الجاهز زي ما بيقول في المؤتمرات الصحفية وقال له ان انت في لعيبة مصابة او لسه رجع من الاصابة بتشارك بمجرد العودة رغم ان انت عندك لعيبة جاهزة زي وتحديدا بسبب امام عشور محمد مجدي أفشا اتعصى في المباراة الماضية انه امام لسه راجع وقفش كان موجود على الدكة ورغم كده ما دفعش بأفشا ودفع بامام عشور الحاجات دي بتدايق مارس الكولور وبتخليه يقفل من اللعبين بس ما بيقفلش نهائي يعني ايه؟ يعني انا لو ليا النصيحة لمحمد مجدي أفشا محمد مجدي أفشا للي يعرفوه اللعيبة زميله تتكلم عنه دايما بهذا الامر انا شخصيا عارف أفشا هو لعب طيب لعب مش مؤذي لعب بينك وسين كده مش منفس بس يبقى طول الوقت عايز يشارك ولما بيعترض بيعترض بايه؟ بحسن نية يعني بيقول الكلام زي ما بيطلع يطلع فانا اعتقد مارس الكولور هيفهم ده كويس وهيفهم انه محمد مجدي أفشا لا يقصد الإساءة هو بس بتعبيراته احيانا بيخونه التوفيق فيها فمحمد مجدي أفشا مهم جدا انه يرجع هادي تاني يرجع ملتزم علشان محمد مجدي أفشا سواء في بطولة أفريقيا اللي فاتت او مع النادي الأهلي الفترة اللي فاتت كلها بطولة الأفريقية الحالية كل مشاركة لمحمد مجدي أفشا كانت مشاركة مؤسرة ومهمة فدكة اساسي المفروض ما يفرقش مع محمد مجدي أفشا عشان هو هيفضل مقدر عند الجهاز الفني ومقدر جدا عند جمالي النادي الأهلي فالالتزام ثم الالتزام ثم الالتزام وكده كده بتلف تلف وهتجيلك دي جات لأحمد عبدالقادر عبدالقادر اللي كان على وشك الرحيل عن النادي الأهلي في يناير اللي فات جات له دلوقتي وبقى اساسي واخد من مركز الجناح لدرجة ان حسين الشحات الدايق فاهم من كتر ما هو ثبت رجله جات له أكرم توفيق اللي كان مستوعت تماما بقى نجم المباراة الماضية أمام مازمبي فهي بتلف تلف وهتجيلك فشوية هدوء طيب